سنقوم باستعمال الطرفية. ومن خلال الطرفية نكتب حتى نحصل على معلومات وخصائص الشاشة. الشاشة مستمت هنا. هذه هي الدقة الدنوية للشاشة. ثم الدقة القصوية. الدقة الدنوية مرة اخرى. الدقة القصوية. هذه الدقة المستملة حاليا. ونرى انها دقة HD. HD ready. شاشتنا اسمها LVDS1. شاشة الحاسوب. نكتب CVT وخصائص Full HD. 1920-1080. وهنا نجد mode line. بمعنى خصائص الدقة. هذه خصائص الدقة المتوفرة لدينا في الجهاز. ننسخها. ثم نضيفها الى نظام التشغيل. حتى يفهمها. نريد اضافة خصائص جديدة الى الجهاز. نعطيه خصائص Full HD. ثم نضيف الى خصائص شاشة LVDS1. شاشتنا مستمت LVDS1. نكتب XRender Add Mode LVDS1. والخصائص المتعلقة بال Full HD. التي استخرجناها سابقا. نلصق. Enter. ومن ثم سوف نجد هذه الخصائص. من خلال اعدادات. اعدادات الشاشات. وسوف نحصل عليها الان. كما ترون. 1920 عرض. 1080 بيكسل ارتفاع. وشكرا لكم.